وزير الخارجية يلتقي برئيس وزراء اليابان ويسلمه رسالة من الرئيس السيسي ويأتد رفض سياسات التصعيد بالمنطقة خلافاتنا في الداخل الإسرائيلية وجلانتا يتايم بيننا غفير بأنه يشكل خطرا على الأمن القومي لإسرائيل ويدعم طلب إقالاته قتل بغارة الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وحزب الله يقصف قاعدة ميرون الإسرائيلية الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت جريميكشن نشرة إخبارية ومفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد وزير خارجية والهجرة بدر عبد العاطي على موقف مصر الراسخ برفض سياسات التصعيد والاختيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها إسرائيل جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مستهل زيارته للعاصمة اليابانية توكيو للمشاركة في الاجتماع الوزري لمؤتمر توكيو الدولية للتنمية في أفريقيا تيكهاد حيث سلم عبد العاطي رئيس الوزراء اليابانية رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل تعزيز العلاقة الثنائية ومتبعة مجالات التعاون القائمة والعمل على تطلعات الشعبين المصرية واليابانية الصديقين وأوضح عبد العاطي أن مصر تحرص على توسيع مجالات التعاون من خلال إضافة مجالات جديدة كالذك الاصطناعي والحوكمة والتعاون بين المؤسسات ومراكز البحث لتبادل ونقل الخبرات فضلا عن تعزيز السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر من جهته أشار كشيدا إلى أن مصر شريق هام للغاية بالنسبة لليابان باعتبارها دولة إقليمية كبرى تلعب دورا محوريا وهاما في منطقة الشرق الأوسط لافتا إلى أن بلاده تتابع بقلق عميق تطورات الأوضاع في المنطقة وعرب كشيدا عن تأييد بلاده للجهود المصرية الرعمية لخفض التصعيد واستمرار إرصال المساعدات لغزة عقد وزير خارجية والهجرة بدر عبدالعاطي لقاء صحفيا مع عدد من كبرات الصحف ووكالات الأنباء العالمية واليابانية المهتمة بالشؤون السياسية في اليابان يتيد ذلك على أهم مشاركته في الاجتماع الوزري الاتكاد المنعقد في العاصمة اليابانية توكيو خلال الأسبوع الجاري أكد عبدالعاطي على أهمية التواصل المباشر والمستمر مع رأي العالم الأجنبي لنقل الصورة الحقيقية لتطورات الأوضاع في الإقليم وإبرز الجهود المبذولة للحيولات دون تفاقم الأزمات في المنطقة على نحو يصعب السيطرة عليها كما أكد عبدالعاطي حرص مصر على العمل مع اليابان للارتقاء بكافة مجالات العمل المشترك اتصاقا مع ترفيع العلاقات الطنائية لمستوى الشراطة الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكثر من محور يعني خلنا في البداية نتحدث عن الرسالة التي سلمها معالي وزير الخارجية إلى رئيس الوزراء الياباني من الرئيس عبدالفتاح أسيسي والتي قد تحمل بالتأكيد العلاقات الثنائية ما بين مصر واليابان إلى أي مدى يمكن أن تضغى العلاقات الثنائية خلال لقاء وزير الخارجية مع رئيس الوزراء الياباني على العلاقات المصرية بين مصر واليابان أو الأحداث الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط سوف تضغى على القمة بشكل عام العلاقة المصرية اليابانية القديمة منذ بدأت الدبلوماسية المصرية الحديثة ومن المحطات القرية اللي فيها أن واحد من أشهر وزراء الخارجية المصريين دكتور محمود شوزي كان سفيرا لنا في اليابان وكتب عنها كتاب عن دبلوماسية اليابان المحطة الأخيرة لما ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي مرتين في ست سبع أسابيع لأنه حضر قمة التكاد ورح باريس يحضر المؤتمر ثم عاد إلى توكيو ليحضر قمة السبعة للدول الأغنى السبعة وبالتالي فالعلاقة قوية أيضا لما أذرنا رئيس الوزراء الياباني شين زهابي الحياة كان مجاملا إلى أصحة وأشادة بالعلاقات المصرية اليابانية بل عرض علينا في محاضرة صور لأول بعثة يابانية جاءت إلى مصر في عهد محمد علي باشا لكي تطلع على النهضة الصناعية في مصر وأظهر زيارات لهذه البعثة في الأحرامات وأبو الهول إذن هي علاقة طيبة وكل البلدين ينظر للآخر باعتزاج شديد واليابان لها تاريخ طويل في مصر والمساعدات المتبادلة وتبادل الرؤى والرأي مستمر على طول الوقت حديثا نحن نذكر أن الأوفرة الجديدة هي حديثة يابانية للشعب المصري وده أيضا من الإضافات اللي الياباني تقدم الياباني النهاردة دولة رائدة في التكنولوجيا وبرامج التكنولوجيا والإنتاج للسلع الليها علاقة بالتكنولوجيا وبالتالي هذا خط مهم جدا بالنسبة لنا نريد أن نمتعي اللقاء الثنائية معلي السفير هل سيتحدد أو ينصب على العلاقات الثنائية بين مصر واليابان أم أن الأحداث في منطقة الشرق الأوسط قد تضغى على هذا اللقاء لا تضغى وإنما تكون حدث مهم وواحد من الملسات العديدة اللي بيطلع عليها ويتبادل الطرفين الرؤى حولها بل حتكلم عن الوضع العالمي والحرب الدائرة في أوكرانيا بالوكالة بين روسيا من ناحية وبين دول حلف الأطلنطي وما يجري في هذه الحرب من تحديدات للأمن العالمي واحتمال تشعبها أو تصعبها لنصبح تحديدا للأمن العالمي أيضا لدينا مشاكلنا في منطقتنا لابد أن الجانب الياباني يريد أن يطلع على رؤية ورؤية نصر للنصر لما يجري في سوريا سوريا العزيزة محتلة في أربعة بيوش فيها جيش أمريكي فيها جيش تروسي فيها جيش فريسي والجولان محتلة والأحداث اللي في غزة ما يجري في غزة طبعا لأن هي يعني الحدث اللي بيضغى على كل مناقشات في أي مؤتمر دولي حتى في الأمم المتحدة كيف نستطيع أن نخلص أخواننا الفلسطينيين عموما وغزة خصوصا من عملية القتل المتواصل بلا رحمة التي تقوم بها حكومة إسرائيلها الحالية إن شاء الله ضروري يكون بيننا وبين اليابان في مثل هذه الأمور ولدينا عزيز خارجية ما شاء الله عليه يعني في كل دقائق السياسة الخارجية المصرية وأنا متابع منذ أن كانت شابا ملحقا بوزة الخارجية ولو بقع طويل في السياسة الخارجية المصرية يعني أنا أعمل منهم الكثير إن شاء الله إن شاء الله سيد سفير بنتحدث عن التكاد هي المبادرة التي أطلقتها اليابان عام 1993 وهي مستمرة حتى الآن هذا الملطقة يحمل التنمية في إفريقيا ووضع خطط متوسطة المدى وبعيدة المدى للتعاون مع التنمية في إفريقيا كيف ترى أجنتة التكاد هذه المرة وكيف استطاع التكاد التعاون بين إفريقيا واليابان أن يختارك عدد من ملفات التنمية في القارة الإفريقية نحن كمصر وكدولة إفريقية رائدة سعادة جداً بهذا التوجه لأن هناك مبادرة للرئيس عمفتاح السيسي انطلقت من قمة شرم الشيف تدعو الدول في العالم المتقدم أن تأتي وتستثمر في إفريقيا في الخبرة المصرية لأن وزيرة سربية المصري أشار للوكالة المصرية التنمية في الجنوب ولأنها بحاجة إلى دعم رأس المال فيها فنريد أن نستثمر برأس مال ياباني بخبرة نصرية على الأرض الإفريقية وهو ما نسميه التعاون السلسي أو المسلسي ومثل هذه الأمور يعني هي شأن جديد يمكن أن يفيد الأطراف كلها ولا شك أن اليابان بيحتحركها هذا ودعواتها لقمة التفادي لقمة اليابانية الإفريقية إنما تؤدي في النهاية إلى مزيد من الاقتراب الياباني من القارة وطبعا مصر على مقدمة الدول في قارة إفريقيا ومن هنا هيأتي التعاون المصري الياباني ليغطي هذا الألف سيهم أيضا في العلاقات بين البلدين أشكرا جزيلا شكرا مع علي سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق كما أشهد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي بقوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان وتعدد مجالاتها الاقتصادية والتنموية والثقافية جاء ذلك خلال لقائه سكرتير عام رابطة صداقة البرلمانية اليابانية المصرية كانجو يامادا وعدد من أعضاء الرابطة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ذلك على همش مشاركته في الاجتماع الوزرية لالتكات في توكيو حيث اعتبر عبد العاطي أن تعدد مجالات التعاون بين الجانبين يعكس أهمية وخصوصية تلك العلاقات من جانبه أعرب يامادا عن تقدير بلده لدور مصر الهام في محيطها الإقليمي باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة كما عقد وزير الخارجية غداء عمل لمجلس الأعمال للمصري الياباني كما عرب وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عن تقدير مصر البالغ لمساهمة وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا في العديد من المشروعات التنموية الهامة في مصر جاء ذلك خلال لقائه برئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا دكتور أكيهيكو تاناكا في إطار اللقاءات الثنائية المكثفة التي يعقدها على هامش تواجده في توكيو للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزري للتكاد حيث أوضح عبد العاطي أن الموضوعات الاقتصادية والتنموية تعتلي أولوية متقدمة في إطار العلاقات الثنائية بين مصر واليابان من جانبه أعرب المسؤول الياباني عن قلق بلاده من استمرار حالة عدم الاستقرار في الإقليم مثمنا الجهود الحفيفة التي تبضلها مصر لوقف إطلاق النار ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعبين الفلسطيني وكذلك السوداني إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب أنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن علنت إسرائيل أن وفدا أمنيا رفيع المستوى وصل إلى مصر لاستناف مباحاتات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقال المتحدث باسميريا رئيس الوزراء الإسرائيليين رئيس الموساد ورئيس الشباك موجودان حاليا في القاهرة حيث يفوضان للدفع قدما نحو اتفاق للإفراغ عن المحتجزين تأتي جولة بعد جولة أخرى مماثلة عقدات في العاصمة القطرية كما تأتي بعد انتهاء جولة شرق أوساطية جديدة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين استشهد وأصيب عدد من المواطنين إثر غارات وقصف مدفعين إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطع غزة ذلك في اليوم الـ 22 بعد 300 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطع غزة وفدت مصادره الصحية أو صحية باستشهاد مواطن إثر قصف مدفعين إسرائيلي استهدف منطقة المفتي شمال أبو خيم النصيرات بينما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطع غزة في السياق ذاتي أفاد الدفاع المدني بوقوع عدة إصابات بقصف استهدف منزلا بمنطقة الشيماء في بيت لهيا كما أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من طائرات الاحتلال على تغمع للمواطنين شرق حي الزيتون بمدينة غزة حتى المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة فوت سونج إسرائيل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وقال مبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة إن قرابة 80% من المنازل في غزة تعرضت لتدمير فضلا عن أن 85% من المنطقة تغضع لأوامر إخلاء طارئة يفرضها الجيش الإسرائيلي وأضف أنه رغم الدعوات المتكررة من جانب المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال فإن إسرائيل تتجاهل تلك الدعوات ولم تبدأ أي إشارة إلى وقف إطلاق النار هجم وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت وزير الأمن القومي إطمار بن غفير واتهم جالانت بن غفير بأنه عاديم المسئولية ويشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي قد تعرضوا الأمن القومية لتل أبيب للخطر كما يمكن أن تخلق انقساما داخليا مشيرا لأن رئيس جهاز الشباك ورجاله يقومون بواجباتهم وحضر يوف جالانت من العواقب الوخيمة لتصرفات وأفعال وزير الأمن القومي إتمار بن غفير داعما مطالبة رئيس الشباك بإقالة بن غفير من الحكومة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 695 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب وإصابة 645 آخرين بجروح خطيرة وأضف الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إصابة 4357 جنديا وضابطا منهم 2132 خلال العملية البرية في قطاع غزة ولفت الاحتلال الإسرائيلي لأن هناك 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يطلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 21 جراحهم خطيرة إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول أفدت جمعية البنوك في فلسطين أن جميع البنوك في مختلف أنحاء قطاع غزة أوقفت عملياتها وهو أحدث تدهور في ظروف المعاشية يضرب القطاع المدمر بسبب الحرب وأدت أزمة السيولة النقضية إلى تفاقم هذه المشكلات حيث أصبح النازحون الفلسطينيون عاجزين عن الوصول إلى منداخلاتهم الضئيلة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية معاناة شديدة بالنسبة أنه لما نأخذ الراتب بدك تروح على مصرف أو على دكانة أو على سور ماركت عشان يأخذ نسبة الفرقية نسبة الصرار وفي نفس الوقت طبيعة المصاري ذائبة تركب مع السواق بأمالك مشكلة بتروح تشتم بيع الفضرة بأمالك مشكلة وأساساً الفلوس كلها مش موجودة شهر خمتة صرفت ألفين شكل واليومي هوا أنا عليهم وبعد ذلك ترتز تلف يعني لغاية أنت حيظل هذا الوضع عشان تصل الصراف بدك فترة أسبوع أو زي ما بقولها في العامة عندنا في غزة بدك سنة لما تصل الصراف يعني بدهم يشاركوك أول حاجة في مالك وفي مال عيالك ثاني حاجة العملة دائبة يعني التجار بتعملوش فيها بتاتا حد أقصى حطونا إياه لهم تقدر تسحبهم بقولك ألفين شكل للفين شكل في ظل الحرب اللي احنا في بتسويش حاجة للفين شكل في الحرب اللي احنا في الظل اللي احنا في هذه للفين شكل عبارة عن اتنين شكل مش عشرين شكل اتنين شكل تواجه إسرائيل أزمة اقتصادية عميقة نتيجة للعضوان على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من عشرة شهور وأدت الحرب إلى زيادة عجز الموازنة وانخفاض تصنيفات الاعتمانية وتدهور صناعة السياحة مع تقدرات بخسارة أكثر من 14 مليار دولار من الناتج المحلية الإجمالية هذا العام لسلطات الاحتلال تغرق إسرائيل في أزمة اقتصادية عميقة نتيجة لحرب مستمرة منذ نحو 11 شهرا على قطاع غزة والتي كان لها تداعيتها الإقليمية ما يضع اقتصاد إسرائيل تحت ضغط هائل وسجلت موازنة سلطات الاحتلال زيادة في عجز الموازنة وانخفاضا للتصنيفات الاعتمانية وتدهورا لصناعة السياحة أما تكلفة بناء المناطق المتضررة في الشمال وتعويض أسر الضحايا وتعزيز أنظمة الدفاع دفعت الاقتصاد إلى حافة الانهيار وتشير التقديرات إلى خسارة تتجاوز 14 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بينما الخسائر الحقيقية قد تكون أكبر بكثير التأثير السلبي للحرب واضح لألاف الشركات الصغيرة وعلى الثقة الدولية في اقتصاد سلطة الاحتلال ويتفق الخبراء الاقتصاديون على أن التواصل إلى وقف لإطلاق النار هو الحل الوحيد لوقف تفاقم الأزمة وقد أدت الحرب على غزة وتهديدات التصعيد مع إيران وحزب الله إلى التأثير بشكل كبير على الشركات الصغيرة وحركة الشحن وصناعة السياحة وشهد ميناء حيفا الذي كان يوما مكتظا بالحركة هدوءا ملحوظا بسبب توقف السفر عن استخدام الموانئ الإسرائيلية كنقاط للتزود بالوقود ذلك بعد أن أدى العدوان على غزة إلى ردود فعل من الفصائل المسلحة في اليمن والعراق إلى استداف حركة الملاحة ذات الصلة بسلطات الاحتلال اشتركوا في القناة أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية منفذ كرم أبو سالم أمام الشحنات التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية حيث لم يستقبل معمر رفح البرية اليوم أي من شاحنات المساعدات الإنسانية بكافة أنواعها والتي كانت متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في الوقت نفسه حضرت منظمة غوفي وتشغيل اللاجئين الأنروا من استمرار مسلسل التجويع للمدنيين داخل القطاع بسبب التناقص الشديد لدخول الشاحنات الغذائية والدوائية والذي أدى إلى تفاقم المجاعة وانتشار الأمراض المزيد يطلعن عليه زميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصرية في متابعة جديدة لتدعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نرصد مشهد المساعدات الإنسانية حيث لم يستقبل معبر رفح البرية على مدار اليوم أي من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية سواء الإغاثية والغذائية والتي تحمل أدوات طبية وغيرها من من يحمل أيضا مشتقات بترولية على مدار اليوم وذلك وفقا للحالة المستمرة من التعنت الإسرائيلي خلال الأيام السابقة نتحدث عن تقليص للشاحنات في عدد من الأيام السابقة وأيضا رفض وتباطؤ وأيضا إجراءات تعصفية في عدد من الأيام وإغلاق المعابر كما حدث اليوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الحالة المستمرة أدت إلى استمرار استفاق الشاحنات على جانبي الطرق المؤدية من مدينة العريش وتحديدا من طرق مطار العريش إلى مدينة الشيخ زويد ومن ثم إلى مدينة رفح لتدخل إلى المعابر التي لم تستقبل على مدار اليوم أي من هذه الشاحنات هذه هي المتبعة وعودة إليكم أعلنت وسائل الإعلام اللبنانية مقتل شخصين وإصابة شخص في الغارة الإسرائيلية على طير حرف جنوب لبنان يأتي ذلك بعدما كشف الجيش الإسرائيلي أنه ضرب خلية مسلحة لحزب الله في جنوب لبنان وأضاف أن حزب الله كان يخطط إطلاق مقذوفات من منطقة طير حرفة في جنوب لبنان أعلن حزب الله قصف تجهزات تجسسية في وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية مما أدى إلى تدميرها وأضاف حزب الله أنه قصف موقع الملكية الإسرائيلي بقضائف المدفعية يأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلية رصد إطلاق خمس صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ميرون وكدا أنه اعترض بعضها ترجمة نانسي قنقر أعلنت مجموعة لفت هنزا الألمانية تعليق رحلات إلى تل أبيب وطهران حتى الثاني من سبتمبر وإلى بيروت حتى الثلاثين من سبتمبر وأوضحت لفت هنزا أنه تم استناف الرحلات إلى عمان وأربيل اعتبارا من السبع والعشرين من أغسطس مع استخدام ممر شمالي في المجال الجوي العراقي للرحلات إلى أربيل أقرت قوات الحوثي بقصف سفينتين تجريتين أحدهما نفطية تدعى صونيون أصيبت إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر وأشارت قوات الحوثي إلى أن هذه الهجمات استغدمت فيها زوارق المسلحة والصواريخ الفلسطية والطائرات بدون طيار منذ بدء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد هجوم السابع من أكتوبر وتحديدا منذ نوفمبر الماضي تشهد حركة الملاحة في البحر الأحمر اضطرابا بسبب هجمات قوات الحوثي لدعم الفلسطينيين في غزة وفي آخر الهجمات المتتالية أقرت قوات الحوثي بقصف سفينتين تجاريتين إحداهما نفطية تدعى صونيون أصيبت إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر وأشارت قوات الحوثي إلى أن هذه الهجمات استخدمت فيها الزوارق المسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار في السياق ذاته حذرت قوات التحالف الأوروبي والمملكة المتحدة من كارثة بيئية يديدة في البحر الأحمر إثرى حادث السفينة سونيون التي استدفتها قوات الحوثي والتي كانت تقل أكثر من 150 طن من النفط أصبحت مواد مهدورة في البحر وكشفت القوات الأوروبية أنها أرسلت سفينة لإنقاذ الطاقم المكون من 25 فردا إلى ميناء جيبوتي باعتباره أقرب ميناء آمن للنداء وبعد الهجوم على السفينة رد الجيش الأمريكي بثلاث ضربات على مواقع للحوثيين شمال محافظة الحديدة ونجح في تدمير نظام صواريخ أرض جو ومنظومة رادار تستخدمها قوات الحوثي في تهديد الملاحة وفي واقعة منفصلة أبلغت سفينة نورث ويندوان عن وقوع انفجار على مقربة منها مما تسبب في أضرار طفيفة بعد مواجهة مع زورق مسير على بعد نحو 57 ميلا بحريا إلى الجنوب من ميناء عدن باليمن في هذه الأثناء أعلنت أستراليا أنها ستتولى قيادة قوة مهام بحرية مشتركة في البحر الأحمر وخلي عدن اعتبارا من أكتوبر وتأسست قوة المهام المشتركة 153 التابعة للقوات البحرية المشتركة في أبريل من عام 2022 للتركيز على الأمن البحري في المنطقة وجرى تعزيزها في ديسمبر للتعامل مع هجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر التقى رئيس الوزراء الهندية ناريند رامودي اليوم في كييف برئيس فلودمير زلناسكي في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لأوكرانيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991 وعرب مودي عن تطلعه لحل سلمي للصراع الدائر في أوكرانيا كما عرب عن أمله في عودة السلام والاستقرار إلى المنطقة قريبا تأتي الزيارة بعد زيارة قام بها مودي لموسكو الشهر الماضي وتزاملت مع هجوم صاروخي روسي عنيف على أوكرانيا أصاب مستشفى للأطفال كان رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي وصل إلى كييف بالقطار آتيا من بولعندة وقال مودي أنه لا يمكن حل أي مشكلة في صحة المعركة مضيفا أن الهندي تدعم الحوار والتبلوماسية لإرساء سلام والاستقرار في أقرب وقت أفدت وسائل إعلام روسية بأن طائرة مسيرة أوكرانية حولت مهاجمة محطة كورسك نووية خلال ساعة الليلة وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن الهجوم الأوكراني على محطة الطاقة النووية في كورسك يتطلب استجابة سريعة من الوكالة الدولية للطاقة الدارية وتعد محطة كورسك واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في روسيا في تصعيد دراماتيكي للأحداث بين أوكرانيا وروسيا اشتعلت الأوضاع بشكل متسارع حيث أدت المعارك الشديدة والهجمات المتبادلة إلى مزيد من التوتر في المنطقة وفي إطار هذا التصعيد اتهم الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أوكرانيا بمحاولة استهداف المحطة النووية في كورسك في وقت تشن فيه كييف هجوما واسعا على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين أوكرانيا بدت هجومها الكبيرة في السادس من أغسطس ونجحت في السيطرة على عشرات البلدات ومئات الكيلومترات المربعة من الأراضي الروسية في منطقة كورسك ومع تقدم قوات الأوكرانية أكد بوتين خلال اجتماع حكومي أنه تمت محاولة ضرب المحطة النووية مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أبلغت بالأمر ووعدت بإرسال اختصاصيين لتقييم الوضع وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأوكراني بولوديمير زيلينيسكي عن زيارته لمنطقة سومي حيث أكد السيطرة على بلدة جديدة مما يرفع عدد البلدات تحت السيطرة الأوكرانية إلى أربع وتسعين وعلى الرغم من هذا التقدم أكد الجيش الروسي أنه يواصل التصدي للهجمات الأوكرانية ويحقق تقدما في إلحاق خسائر بالقوات الأوكرانية ومن جانبه أفاد مصدر أمني أوكراني بأن القوات الأوكرانية قصفت قاعدة جوية روسية في مارينوفكا واستهدفت مستودعات لتخزين القنابل والوقود وبرغم من ذلك لم تكن هذه الأجمات الوحيدة إذ غرقت عبارة تجارية روسية في ميناء ققاز بعد تعرضها لهجوم جوي أوكراني مما زاد من تعقيد الوضع الميداني أعلنت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كاميلا هارس قبولها الترشح رسميا عن الحزب وتعهدت هارس خلال المؤتمر الوطني للحزب بشكاغو بالعمل على إيقاف الحرب في غزة في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض وفي سبع وثلاثين دقيقة أعلنت المرشحة الديمقراطية كاميلا هارس قبولها الترشح رسميا عن الحزب وطرحت أجندتها المستقبلية المتضمنة لعدد من القضايا الداخلية والدولية التي ترسم استقبل العلاقات الخارجية للعايات المتحدة في حال فوزها وفي خطابها أمام المؤتمر الوطني للحزب كانت القضية الفلسطينية حاضرة حيث تعهدت هارس بالعمل على وقف إطلاق النار في غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير ما حدث في غزة على مدار عشرة أشهر مفجعون أرواح بريئة فقدت هناك أشخاص بائسون وجوعة يفتقدوا للأمان حجم المعاناة تفطر القلب أعمل مع الرئيس بايدن على وقف الحرب وإطلاق صراح المحتجزين من حق الشعب الفلسطيني الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير وتات تعليقات هارس في الوقت الذي ضغط فيه النشطاء المؤيدون للفلسطينيين مرارا وتكرارا على ممثل قضيتهم في إجراءات المؤتمر الوطني الديمقراطي بينما تجمع متظاهرون آخرون في شوارع شيكاغو وساروا نحو مقر المؤتمر طوال الأسبوع وعلى مصار الحزب الديمقراطي أكدت هارس أنها ستقف بجانب أوكرانيا والحلفاء في الناتو إلا أنها على النقيض ستكون غير ودودة مع زعيم كوريا الشمالية تعهدات المرشحة الديمقراطية شملت إقرار تخفيض ضريبي لدعم الطبقة المتوسطة وشنت هجوما حادا على ترامب قائلة إن عودته إلى البيت الأبيض سيكون لها عواقب وخيمة أما ترامب فقد علق على خطاب هارس قائلا إنه لا مستقبل للولايات المتحدة تحت قيادة هارس وإنها ستقود البلاد نحو حرب عالمية ثالثة نوعية حرب التصريحات والهجوم على الخصم جزء من الحملات الانتخابية التي تشهدها الولايات المتحدة في السباق إلى البيت الأبيض صادقة المحكمة العليا الفنزولية على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر يوليو ورفضت نتائجها المعارضة وأكدت المحكمة أن بطاقات الاقتراع الصادر عن المجلس الانتخابي الوطني مدعومة بمحاضر الفرز الصادر عن كل آلة من آلات التصويت تتوافق تماما مع السجلات الموجودة في قواعد بيانات مراكز الفرز الوطنية وأعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من قبل المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوة أنه تعرض لقرصنة إلكترونية وهو ما شككت فيه المعارضة والعديد من المراقبين لقي 13 شخصا مصرعهم وتضرر نحو 4.5 مليون شخص في بنجلديش جراء فيضيانات ناجمة عن أمطار الغنزيرة في شرق البلاد وذكرت السلطات في بنجلديش أن الفيضانات ألحقت أضرارا بنحو 11 منطقة إدارية وبدأت عمليات أنقاذ في المنطقة وأرجع سكان بنجلديش سبب الفيضانات إلى فتح نيو ديله سد نغر في تيرابورا ما تسبب في حدوث سيول في بنجلديش وهو ما نفته الخارجية الهندية شهدت شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غربي عسلاندا ثوران بركان هو السادس منذ شهر ديسمبر وذكر مكتب الأرصاد أن الحمم البركانية ضربت شبه الجزيرة مشيرا إلى أن ثوران البركان جاء بعد سلسلة زلازل ضربت المنطقة أفدى خبراء أن التغيرات المناخية الرهنة تدمر قارة أوروبا بالفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحراء الشديدة وأشرى الخبراء إلى أنه منذ الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري احترقت مساحات شاسعة من الأراضي وتعرضت المحاصيل الزرعية الرئيسية في أوروبا للخطر بسبب موجات الحرارة الشديدة تواجه البشرية أزمة بيئية غير مسبقة تتمثل في تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى تهديدات متزايدة ظاهرة تسببت في أضرار هائلة تتجاوز التأثيرات البيئية لتشمل الاقتصادية والاجتماعية فمن الفيضانات القاسية إلى حرائق الغابات تتداعى التأثيرات وتستدعي اهتمام الخبراء في السنوات الأخيرة شهد الاتحاد الأوروبي تحولا كبيرا في تأثيرات تغير المناخ على اقتصاده فوفقا لصحيفة البايس الإسبانية فقد بلغت خسائر الكوارث الطبيعية في أوروبا حوالي 650 مليار يورو خلال الأربعين عاما الماضية 17% منها حدست بين عامي 2021 و2022 حيث تكبدت ألمانيا وحدها خسائر تقدر بنحو 167 مليار يورو تلتها فرنسا بـ 126 مليار دولار ثم إيطاليا بـ 111 مليار دولار وإسبانيا بـ 83.7 مليار دولار وتشير تقديرات وكالة البيئة الأوروبية إلى أن الأضرار السنوية قد تصل إلى 137 مليار يورو وـ 814 مليار يورو بحلول عام 2100 السواحل الأوروبية خاصة في إسبانيا تعد من بين الأكثر تأثرا بارتفاع مستوى سطح البحر مما يكلف الاتحاد الأوروبي حوالي مليار يورو سنويا ويعرض نحو 72 ألف شخص للخطر بينما تهدد الزيادة السريعة في مستوى سطح البحر بمعدل 3.7 مليمتر سنويا المناطق الساحلية مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية فورية إلى جانب ذلك يتعدى تأثير تغير المناخ الأضرار الاقتصادية ليشمل الزراعة والبنية التحتية ففي بولندا أدت العواصف إلى غمر الشوارع بينما في رومانيا تسببت موقات الحرارة في خسائر كبيرة في المحاصيل تقدر بنحو 300 مليون يورو لتتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية على خلفية تلك الظواهر تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة شكل أزمة عالمية تهدد الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية فمن الخسائر الضخمة في أوروبا إلى تأثيرات التقصي القاسي على الزراعة والبنية التحتية أصبحت الحاجة إلى استجابة منصقة وعاجلة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى تبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية والترفيهية الجاري تنفيذها بمدينة العالمين وأوضح وزير الإسكان أن مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع تقع بمنطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط وستكون مقصدا للسياحة العالمية والمحلية ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة وتضم مختلف أنواع الإسكان لكل شرائح المجتمع وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتدها كما أشار الوزير الأنجار تنفيذ أعمال التشتبات لـ 15 برجا من أبراج المنطقة الشاطئية بينما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية عن منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقصاد المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها وضحت الهيئة أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الجاري تخصصها والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز وتطبق التيسيراته بشارة الاتزام بالتوقعات المحددة للتنفيذ والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور أهمية مشروع المراكز الجمعية للتطوير المهنية لافتا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بهذا المشروع الذي يرسم خرطة طريق لتحديد الاحتياجات الفعلية لمجتمع الصناعة ويسد الفجوة بين الخرقين وسوق العمل كما أضف وزير التعليم العالي أن هناك رؤية لربط المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وبخاصة الهدف الثالث لاتصال بخطة عمل مراكز التطوير المهنية بالجامعات بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 كما لفت وزير التعليم العالي إلى استكمال خطة إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية والتي تستهدف الوصول إلى 46 مركزا بحلول عام 2026 بالإضافة إلى استكمال مشروع قانون صندوق التطوير المهنية توجه وزير الموارد المائية والري هاني سويلم لمحافظة بني سويف لاتفقد حالة منشآت الحماية من أخطار السيول ومخرات السيول بالمحافظة ووجه سويلم بعدة دراسة جامع مخرات السيول والأودية على مستوى الجمهورية من حيث القدرة الاستعابية لمنشآت الحماية والزمن التكراري بما يضمن جهزية منظومة الحماية من السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول حال حدوثها كما وجه وزير الري بحصر حالات التعديات على كافة المخرات وأحواض التجميع الخاصة بها بكافة المحافظات المعارضة للسيول وكذا التوجه المشدد لكافة إدارات الري نحو سرعة تفعيل الإجراءات القانونية لذا زالت هذه التعديات بشكل فوري وتحصيل الغرامات المقررة لصرقة وتبديد المياه وجه وزير الزراعة والسصلاح الأراضي على فاروق الجهزة التنفيذي لمشروع تحصيل الأراضي وقطاع الزراعة الآلية بالتنسيق الكامل مع الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات لدعم المزارعين بالميكانة الزراعية للتيسير عليهم وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة توعية المزارعين بأهمية الاتجاه لاستخدام الميكانة الزراعية الحديثة نظرا لما تحققه من توفير للوقت والجهد وتقليل الفاقد وضمان تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه موجها بتوفير الميكانة الزراعية لدعم المزارعين والتيسير عليهم كما اطلع على جهود حملات تطهير المساقي ومكافحة الآفات بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عدد من المجالات وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العالمين الجديدة شهد اللقاء مناقشت تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين خاصة في ظل وجود قطاع كبير من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة وتنوع مشروعاتها منها ما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة ومشروعات الانتاج الغذائي ودعم التحول للاقتصاد الأخضر كما تم مناقشة أليات التعاون بين الوزارتين في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وذلك تأكيدا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالبيئة وزيادة الوعي البيئي أعلنت وزارة الصحة أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية تفقد مستشفى إتكو المركزي وأحال المتغيبين عن العمل للشؤون القانونية يأتي ذلك في إطار استكمال المرحلة الثانية من المرور الميدانية على المنشأة الطبية في جميع محافظات الجمهورية حيث أوضحت وزارة الصحة أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية اتخذ إجراءات فورية بتوفير نواقص لوحدة المادية في محافظة البحيرة نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجنس الأعلى للأثار والعملة بمعبد بوتو بطل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ نجحت في الكشف عن أول وأكبر مبنى لمرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد من جانبه ثمن الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار محمد إسماعيل خالد جهود ونجاح البعثة المصرية الأثرية في إزاحة السيطار عن هذا الكشف الأثرية الهام الذي يؤكد براعة ومهارة المصرية القديم في علوم الفلك منذ أقدم العصور وكيفية تحديد التقويم الشمسي وموعيد الشعائر الدينية والرسمية أقدت المجموعة الوزرية لتنمية الصناعية اجتماعها الرابع لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعات وتوفير مكاتب للشكاوة للتواصل مع المسؤولين لعرض مشاكلهم كما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة التفتيش على المصانع لمساعدتها في توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية في إطار جهود الدولة لتنمية الصناعة عقدت المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية اجتماعها الرابع لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعات وتوفير مكاتب للشكاوة للتواصل مع المسؤولين لعرض مشاكلهم والعمل على توفير قروض وتمولات ميسطرة لتطوير وتحديث الألات والمعدات وأعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة للتفتيش على المصانع لمساعدتها في توفيق أوضاعها والعمل على إلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية خاصة في ظل صدور قرار بعدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وشكلت الحكومة خطة عمل مكبرة لبحث خطوات توطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد حيث أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أعلن عن توفير أراضي صناعية جديدة مجاورة لطريق الصعيد الصحراوي الغربية والخط الثاني للقطار الكهربائي السريع لتوطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد والتي تشمل مناطق الفشن الجديدة والمينيا الجديدة ونجا حمادي الجديدة وتشجيعا للصناعة أعلنت الحكومة عن خطوات للتعاون مع شركات للقطاع الخاص بإقامة مشروعات صناعية بشرط تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وإثبات أن المشروع مطلوب لمدة خمس سنوات وأن المنتج يتم استراده حاليا كما تم تخصيص أراضي صناعية مرفقة للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة والتي تقع على مساحة 6800 فدان للترحيل المستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية واستجابة لطلبات المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية أكدت مصلحة الجمارك عن دراسة للتعديل اللائحة تنفيذية لقانون الجمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة وتماشيا مع جهود الدولة لإتاحة وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين الاستهلاك للغاز الطبعي بالمصانع إجراءات تنفيذية تسعى بها الحكومة لتنفيذ برنامجها الطموح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة شهد مهرجان العالمين في نسخته الثانية إقامة بطولة الأضياء لأكبر بطولات الفنون القتالية المختلطة بالمهرجان يشارك في البطولة ثمان جنسيات مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبهذا ننسي قنقر من ختم هذه النشرة ولا يتبقى لنسي التفكير بأمنة العنوان وزير الخارجية يلتقي برئيس أزراء اليابان ويسلمه رسالة من الرئيس السيسي ويؤكد رفض سياسات تصعيد بالمنطقة خلافات في الداخل الإسرائيلي وجلنت يتهم بن غفير بأنه يشكل خطرا على الأمن القومي لإسرائيل ويدعم طلب إقالته قتل بغارة الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وحزب الله يقصف قاعدة ميرون الإسرائيلية وصلنا مع حضراتكم لختم نشرة الثالثة إلى اللقاء اشتركوا في القناة